السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس اليوم سوف نتحدث عن أدوات الإستفام أو ما نسميه بالQuestion Words أو بالWH Questions When it comes to asking questions in English there are two main types of questions There are questions that we can answer with yes or no and there are questions that we can answer with specific information For example, there are questions that we can answer with information about time or about place or about manner or about cause, about choice and so on فيما يخص طرح الأسئلة باللغة الإنجليزية يمكن أن نميز بين النوعين الأساسيين هناك أسئلة مباشرة يكون الجواب عنها بنعم أو لا هناك أسئلة أخرى يكون الجواب عنها مرتبط بتحديد المكان أو الزمان أو السبب أو الشخص الذي قام بفعلينما أو كذلك طول شيء أو حجم شيء أو المدة الزمنية أي يكون الجواب بإضافة معلومات حول شيء ما في الدرس السابق تحدثنا عن الأسئلة المباشرة التي يكون الجواب عنها نعم أو لا في هذا الدرس سوف نتحدث عن الأسئلة التي يكون الجواب عنها بمعلومات إضافية أي بمعلومات حول الشخص الذي قام بفعلينما أو المكان أو الزمان وإلى آخره So let us get started First we start with the definition أي سنبدأ بتعرف Question words are words that we use in the beginning of each question To ask about time, place, people, thin, choice, reason, method, number, quantity, length and the likes في اللغة العربية Question words أي أدوات الاستفام هي كلمات نستعملها في بداية السؤال وذلك لنسأل عن معلومات مرتبطة بالمكان الزمان الشيء الإختيار السبب طريقة فعل شيء ما عدد شيء ما كمية شيء ما طول وإلى آخره أدوات الاستفام في اللغة الإنجليزية هي كتالي Who, Where, When, Why, Which, How وأدوات أخرى مرتبطة بكلمة How أو مشتقة من كلمة How بالنسبة لستعمال هذه الأدوات نستعمله حينما نسأل عن الأشخاص بينما نستعمل Where حينما نسأل عن المكان ونستعمل When حينما نسأل عن الزمن و Why حينما نسأل عن السبب و Which حينما نسأل عن الاختيار ثم How نستعملها حينما نسأل عن الكيفية وكيفية القيام بشيء وترجمتها باللغة العربية Who تعني من Where تعني أين When تعني متى Why تعني لماذا Which تعني أي و How تعني كيف في هذا الشريط سنتطرق بهذه الأدوات على حدة وسنقوم بصياغة أسئلة مرتبطة بهذه الأدوات للاعتماد على عدة أمثلة أولا لنلاحظ المثال التالي You watch television ماذا لو كنت أرغب بطرح سؤال مرتبط بهذه الجملة وذلك بالاستعانة بأدات الاستفام Why التي تعني لماذا أورد أن أسأل السؤال لماذا تشاهد التلفاز هل يمكننا صياغة للجملة على النحو التالي Why you watch television هذا الجواب خاطئ لا يمكننا أن نستعمل جملة affirmative في السؤال أي أن السؤال يجب أن يكون سؤالا interrogative قبل أن أضيفه الquestion words وكما رجع لهذا حينما نتحدث عن الجملة في اللغة الإنجليزية هناك ثلاث أنماط رئيسية هناك نمط l-affirmative نمط l-negative ونمط l-interrogative عند صياغة سؤال في اللغة الإنجليزية يجب أن تكون الجملة interrogative قبل إضافتها ال-question words أي قبل إضافة أداة الاستفام إذن إذا أردت صياغة سؤال انطلاقا من الجملة أعلى يجب أن أختار نمط l-interrogative وللتفريق بين هذه الأنماط الجملة التي لدينا أعلى you watch television هذه جملة affirmative والجملة النغative التي يمكننا صياغتها انطلاقا من هذه الجملة هي you don't watch television أما النمط l-interrogative يمكننا صياغة جملة على النحو التالي do you watch television والقاعدة الأساسية عند صياغة أو عند استعمال ال-question words أي أدوات الاستفام في جملة يجب أن تكون الجملة interrogative ثم نقوم فقط بإضافة ال-question words في أول الجملة والتغيير في المعنى يغيره ال-question words أي الجملة الأصلية تبقى كما هي وعند تغيير ال-question words يتغير معنى السؤال نلاحظ بعض الأمثلة انطلاقا من السؤال أعلى يمكن صياغة ثلاث أسئلة أخرى والتي يكون الجواب عنها إما بتعبير عن السبب أو المكان أو الزمن وهذه الأسئلة هي كالتالي في هذه الأسئلة نقوم فقط باستعمال أداة الاستفام في أول جملة ثم نضيفها صيغة ال-interrogative من الجملة ومعنى هذه الأسئلة هو كالتالي لماذا تشاهد التلفاز؟ أين تشاهد التلفاز؟ متى تشاهد التلفاز؟ ونحافظ على نفس صيغة السؤال بالنسبة للجملة فقط الاختلاف يكون في ال-question word أي في أداة الاستفهام وهذه هي القاعدة العامة فيما يخص ال-question words لكن هناك بعض ال-exceptions أو بعض الحالات الخاصة التي سنتحدث عنها في هذا الشريط لكن قبل ذلك لنقوم بتمرين بسيط نستثمر فيه ما تعلمناه لحد الآن لنقوم بصياغة أسئلة انطلاقا من الجملة ونقوم بصياغتها باستعمال أدوات لاستفهام why, where, when كل ما عليكم فعله هو صياغة سؤال مباشر ثم إضافته كلمة why أو where أو when في أوله الأسئلة التي يمكننا صياغة انطلاقا من كل جملة هي كالتالي وبالنسبة للجملة الثانية وبالنسبة للجملة الثالثة وأخيرا إذن في القاعدة بسيطة فقط نستعمل الquestion word في أول جملة ونضيفه سؤال أي interrogative sentence لكن عند استعمال بعض الquestion words يجب الأخذ بعين الاعتبار معنى الجملة على سبيل المثال إذا أخذنا نفس الجملة أعلى وأردنا سياغة سؤال بالquestion word what هل من العادي أن أقول هذا السؤال ليس له أي معنى لكن يمكن أن أطرح السؤال التالي أي ماذا شاهدت سلما أما بالنسبة لهاو يمكن أن يستعملها مثلها مثل غيرها يمكن أن أقول وهنا أسأل عن الطريقة التي قامت فيها سلما بمشاهدة الفيلم الكلاسيكي والآن لنمر لبعض القواعد الخاصة وهذه القواعد مرتبطة به الquestion words who which whose والأدوات الأخرى المشتقة من how لنبتدئ به هو تستعمل للسؤال عن الشخص الذي قام بشيء ما أي نستعملها للسؤال عن الفعل وعند صياغة سؤال باستعماله تأخذه محل الفاعل في الجملة أي نكسبها في الجملة على أساس أنها فاعل ثم يليها الفعل ثم يليها المفعل به على سبيل المثال who is your teacher وتعني من هو أستاذك who is this boy next to you من هو هذا الشخص بجانبك أي في هذه الأسئلة أبتدئ به وأستعمل وراءه الفعل ثم يليه المفعل به بالنسبة لwhich عندما نستعملها في الجملة نقوم بإضافة اسم لنحدد الشيء الذي نسأل عنه قبل إضافة الانترغative question على سبيل المثال which book do you like هنا كلمة book قمنا بإضافتها لنحدد أي الكتب نسأل عنه أي which book أي كتاب which boy which school which teacher ثم نضيف الانترغative sentence بالنسبة لكلمة who's who's تستعمل لطرح سؤال مرتبط بالملكية عندما أسأل لمن هذا من مالك هذا الشيء واستعمال who's يتشابه شيئاً مع استعمال which أي يجب أن نقوم بذكر النون أي شيء الذي نتحدث عن ملكيته قبل إضافة الانترغative sentence كمثال whose car did you see لمن تلك السيارة التي رأيتها أو من هو مالك تلك السيارة التي رأيتها والآن لنمر للحالة الأخيرة وهي أدوات الاستفام المشتقة من كلمة how هناك العديد من أدوات الاستفام التي يمكننا صيغة وانطلاقاً من كلمة how وتكون إما بإضافة الفعل to be أو بإضافة adjective بعد how ويكون السؤال هنا مرتبط بالأدجكتف للأمر لبعض الأمثلة أولاً عند استعمال الفعل to be مع عدات الاستفام how يكون السؤال عن حالة الشيء على سبيل المثال how are you تعني كيف حالك how is it كيف حالها ما يمكننا أن نسأل عن أي شيء سواء كان إنسان أو عن جماد أو عن حالة شيء ما بسببت عامة هينما نضيف كلمة much أي الكوانتفاير much لأدات الاستفام how فإننا نسأل عن الكمية وبالضبط كمية شيء ما يمكن أن يكون مرتبط بالثمن أو الوزن أو الحجم وإلى آخره how much is the t-shirt يعني كم ثمن هذا t-shirt how old نستعملها لطرح السؤال مرتبط بالسن أي نقول how old are you كم سنك how many نستعملها كذلك للسؤال عن العدد على سبيل المثال how many friends do you have كم عدد الأصدقاء لديك how long is that rope how fast is light how large is this classroom وإلى آخرها حينما نستعمل how رفقة adjective فإن السؤال يرتبط بالأدجكتب عندما أقول how long تعني ما مدى طول how large ما مدى شساعة وإلى آخره والآن لنقوم بتمرين بسيط لاستثمار الدرس اليوم في الشاشة تلاحظون صورة لشخص يتواجد في مكتبة قموا بسياغة أسئلة مرتبطة بالصورة انطلاقا مما تعلمتموا أي أسئلة مثل أين هو هذا الشخص ما الذي يحمل في يده لمن ذلك الكتاب ما الذي يوجد في المكتب وإلى آخر من الأسئلة هذا كل شيء فيما يخص درس اليوم هناك ملاحظة واحدة فقط هنا استعمال الـ question word يمكن استعمالها لطرح الأسئلة لكن هناك استعمال ثاني لها وهي كأدوات للربط وهي ما نسميه بضمائر الوصل أو ضمائر الربط شكرا على تسبعكم وعراكم في الشريط المقبل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر